غسالة، جرّة غاز، كرسي كهربا لأبني وتياب لبنتي هاي كلّ أشياء يمكن تكون كتير عادية بالنسبة لإلنا بس للأسف هيّ أمنيات بالنسبة لألاف غيرنا أمهاتنا اللي تهجروا من بيوتهم، فقدوا زواجهم ويمكن فقدوا أطفالهم أمهاتنا اللي لازم كل لحظة وكل ثانية نفكر فيهم فريق ملهمة تطوعي، زار الأمهات بسوريا وبدول الجوار حامل معه سؤال واحد شو أمنيتك بعيد الأم يا أمي؟ مع تنهيدة، مع دمغة صغيرة كان جواب الأمهات أنه من زمان كتير ما حدا فكر فيهم من زمان كتير ما حدا حتى سألهم هذا السؤال لهيك بعيدنا اليوم، بعيد الأم شو رأيكم نكون أنا وأنتم المصباح السحري اللي حرحقق هاي الأمنيات البسيطة لآلاف الأمهات؟ شو رأيكم؟ نتساعد، ندعم بعض لننشر السعادة بقلق بقلوب كتير من الأمهات اللي نسيت شو يعني طعم السعادة؟ فريق ملهمة تطوعي، جمع أمنيات 300 أم، صارت جاهزة ومرتبة وموجودة على موقع الفريق الجديد هو موقع مخصص للسعادة ولجبران الخواطر وتحقيق الأمنيات موقع الأمنيات إذا كان عندك القدرة المادية أنك تساعد أم تساعدية وتجبر بخاطرة، فيكي هلأ فورا تدخلي على موقع الفريق موجود بالتعليق الأول تختاري أم أو مجموعة من الأمهات، وبجانب صورة كل أم رح تلاقي أمنياتها رح تقدري تحقيقي أمني أو أكتر من هدول الأمنيات ومبروك عليكي وقتا لقب محققة الأمنيات فيكي كمان تتركي مبلغ مالي إضافي كمساعدة منك للأم حملة الأمنيات هي حملة عظيمة حملة لنشر السعادة لأعظم إنسانة بهذا العالم وما في أحلى من أنه تكون هديتك لأمك بهي السنة أنك تجبر بخاطر أم تانية مثلا وكل عام ونحن الأمهات جميعا بألف خير صحة وسعادة وسلامة تذكري دائما إذا ما كان عندك القدرة المادية إنك تشاركي بالحملة إنك تنشر الحملة فهذا عمل كتير عظيم ساهموا بنشر حملة الأمنيات لنقدر نحقق أمنيات 300 أم اليوم بعيد الأم